للمرة الثالثة يخفق البرلمان اللبناني في انتخاب رئيس جديد مما جعل البلاد أقرب للفراغ في رئاسة الدولة وهو ما اعتبره مراقبون إسهاما في توسيع اهتزاز شرعية الدولة في ظل الفراغ الحكومي القائمي في البلاد 119 برلمانيا حضروا من أصل 128 نائبا الجلسة العامة لمدة نصف ساعة وتتطلب قواعد الانتخابات نصابا بثلثي أعضاء البرلمان المنقسم سياسيا مما يعني أنه لا يمكن لأي حزب أو تحالف أن يفرض خياره وأظهر فرز بطاقات التصويت وجود 55 ورقة بيضاء بينما حصل ميشال معوض على دعم 42 صوتا فيما حملت الأصوات الباقية شعارات سياسية ويؤدي غياب التوافق على مرشح لمنصب الرئيس الجمهورية إلى بقاء منصب الرئيس شاغرا عندما تنتهي ولاية عون في وقت يعاني فيه لبنان من أزمة مالية حدة وغالبا ما يتم انتخاب رئيس للجمهورية في لبنان بعد توافق الكتل الرئيسية على اسم للمرشح في بلد تقوم سياسته الداخلية على التسويات بين القوى المختلفة وانتخب عون رئيسا في 2016 بعد شغور منصب رئاسة الجمهورية لاستمر أكثر من عامين بسبب فشل النواب في التوافق على مرشح آخر ونتيجة الانقسامات نفسها التي تحول دون التوافق على الرئيس للبلاد لم تثمر مساعر رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي في تشكيل حكومة جديدة منذ إجراء الانتخابات البرلمانية منتصف مايو في بلد يقوم نظامه على تقاسم الحصص بين المكونات السياسية والطائفية على السواء ويشهد لبنان منذ العام 2019 انهيارا اقتصاديا صنفه البنك الدولي من بين الأسواف العالم خسرت معه العملة المحلية نحو 95% من قيمتها وبات أكثر من 80% من اللبنانيين تحت خط الفقر ترجمة نانسي قنقر